يعني عادة حزب الله يشن غرات خاصة في مناطق الجولان ومواقع القبة الحديدية ردا على استهداف القرى الأمامية في لبنان وفي هذه المرة استهداف منطقة عيترون وجوارها رد على منطقة القبة الحديدية وقصفها بالجولان يستخدم حزب الله تكتيكا جديدا منذ فترة وهو اعتماد الأسراب الطائرات المسيرة أي يرسل نحو خمسة أو ست طائرات مسيرة وكل طائرة منها مذخرة بكمية من المتفجرات وهي نوع طيارات انتحارية وانوي درون وتنقض على الهدف وتحدث دمارا شديدا فيه هذا التكتيك يستعمله شبه يومي لتقصف مواقع إسرائيلية حصينة كما أنه وسع من دائرة الرد باتجاه الجليل الغربي حيث قصف موقعا شرقي نهاريا على الساحل لكنه مع ذلك لا يزال منضبطا ضمن قواعد يعني لا تمتد أكثر من 3 أو 4 كيلومتر جنوب الجبهة إلا أن ما تفضلتم به الغارة التي قامت بها إسرائيل أمس على منطقة حوش السيد علي على الحدود اللبنانية السورية وأدت حسب الأخبار متداولة إلى مقتل ثلاثة من حزب الله كانوا مع شاحنات وقود هذه لا يبدو أن هناك رد عليها حتى الآن وأعتقد أنها سوف تستوجب ردا في هذا النهار على بعض المواقع الإسرائيلية إما باستخدام صواريخ بركان أو طائرات مسيرة بشكل أسراب عميد الياس عندما أعلن جانس استقالته تحدث وقال أن الحرب ستكون طويلة هل كان يقصد الجبهة الشمالية بهذا التصريح؟ نعم نعم يقصد الجبهة الشمالية تماما لأن الجبهة الشمالية وطيرة القتال فيها حاليا تصنف كحرب استنزاف وليست كحرب تقدم أو تراجع يعني لا يوجد هجمات برية ورد هجمات كما هي الحروب التقليدية ولا يوجد تسلل من جهة الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية وأيضا بالعكس لا يوجد تسلل إلى داخل الأراضي الإسرائيلية هي حرب استنزاف وحرب مواقع بكل معنى الكلمة وعادة حروب الاستنزاف إما تنتهي بانتفاق وقف اطلاق النار أو بتطويرها إلى حرب شاملة حتى الآن لا يبدو أي الغلبة إلى أي احتمال كل نعلم أن مجلس الأمن قرر قراراً لوقف اطلاق النار وقبلت به حماس فور صدوره والآن الكرة في الجانب الإسرائيلي والأمريكي إذا تم تنفيذ قرار وقف اطلاق النار الصادر عن مجلس الأمن ممكن أن تنتهي حرب الاستنزاف في لبنان كجزء من وقف اطلاق النار في غزة وفي لبنان أما إذا رفضت إسرائيل قرار وتابعت وجوبها في غزة يعني المشروع الذي تبناه لو سمحت عميد الياس يعني المشروع الذي تبناه مجلس الأمن مشروع القرار الأمريكي والذي يدعو لوقف اطلاق النار في غزة هل ستكون له علاقة بالجبهة الشمالية طبعا الجبهة الشمالية مرتبطة تماما بغزة يعني لاحظنا في الهدى التي حصلت خلال الشهر الأول من هذا النزاع هدنة الخمسة أيام والتي جرى خلالها تبادل للأسرة بين إسرائيل وحماس توقفت الجبهة الشمالية تماما ولم تطلق ولا تلقى خلال الخمسة أيام عندما استأنفى الإسرائيليون بعد هذه الهدنة الحرب على غزة سؤنفى القتال في لبنان وأعتقد أن الأمر نفسه سيحصل هذه المرة في حال جرى وقف اطلاق نار وانسحاب القوات الإسرائيلية سيتوقف اطلاق النار في لبنان حكما اشتركوا في القناة